السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر وجيتكم في فيديو جديد وراح أتكلم عن جهاز من أجهزة سامسونج الملبوسة الجديدة وهي جالكسي بودز برو واللي أعلنوا عنها خلال مؤتمرهم طبعا هذه السماعة فيها مميزات كثيرة راح أتحدث عنها من أهم مميزاتها أنها مقاومة للماء بالإضافة إلى حجمها الخفيف جدا واللي ما يتجاوز 6.3 جرام لكل سماعة في أذن حطين سبيكر باتجاهين بالإضافة إلى خاصية عزل الضوضاء أو الضجيج من حولنا عندنا عمر البطارية وأيضا IPX7 والIPX7 مقاومة للماء طيب نبدأ بسم الله نفتح نشوف وش في داخل هذه العلبة اللي موجود فقط شغلتين عندنا السماعة وعندنا كابل USB Type-C هذه شكل العلبة من الأسفل في إضاءة LED ومن الخلف في منفذ USB Type-C من الأعلى كاتبين سامسونج وهنا Sound by AKJ شركة AKJ هذه أنا جربتها وتقريبا يمكن جربتها عشر سنوات لأنه في مجال الإذاعة عندنا يستخدمون سماعات AKJ وتعتبر من أفضل وأقوى السماعات يعني اللي أنا جربتها وفيها مغناطيس شفتوا كيف طيب نفتحها وهذه السماعة من الداخل خنشوف شكلها هذه السماعة اليمين شفوا كيف شكلها بالأذن شوفوا المستشعرات اللي بالأسفل وزي ما تلاحظون حرف L يعني اللي تنلبس على Left Side أو بالأذن اليسرى المستشعرات هذه أول ما يلبسها الواحد بتتعرف السماعة طبعا فيه طبقة سيليكون أو بلاستيكية عشان تدخل بداخل الأذن وبقول لكم مش فايدتها لاحقا زي ما قلت لكم في البداية أنه موجود فيها سبيكر من جهتين بالإضافة أنه فيها مايكروفون يلقط الأصوات الخارجية ويستفيد منها بشغلتين الأولى عزل الضجيج إذا سمع أصوات يبدأ يكتم الأصوات حتى ما توصل للإذن ويشعر الواحد أنه مثلا إذا كان بركز على الكمبيوتر أو على الجوال أو عنده ميتينغ أو كده بيأزل الضوضاء وبيخليه يركز على الصوت اللي جايز يسمعه الخاصية أو الميزة الثانية للمايكروفون أنه يشغل لك الأشياء اللي حولك حتى لو أنت موجود مثلا في اجتماع وحولك أشخاص تبغى تسمحهم راح يدخل أصواتهم معاك عن طريق الميكروفون طبعا ما راح يكون فيه تداخل لكن راح تشعر باللي حولك مع صوت اللي جايز تسمعه سواء تسمعه من الجوال أو من الكمبيوتر بل بس سماعة الثانية وريكم شكلها كيف بالأذن من اليمين ومن اليسا طيب بحاول الحين أحرك راسي شوي عشان تشوفون أنها ثابتة في مكانها هذا نفس ثباتها الإضاءة الليد حتى تورينا إذا كان فيها شحن أو موجود شحن بالإضافة أنه فيه دبوسين صغيرة هذه للشحن وبالداخل أيضا موجود إضاءة ليد حتى تورينا أنها متصلة الآن أو غير متصلة عضاءة إضاءة البرتقالية معناتها جالسة تشحن الآن أما بخصوص الإقتران فإقترانها بسيط جدا على فكرة نقدر نربطها على أي هاتف يدعم نظام الأندرويد أو حتى الآيفون وحتى على نظام الكمبيوتر لأنها تدعم البلوتوث ولأصحاب السامسونج خصيصا لو تلاحظون أنا مسوي مراجعة كاملة لهاتف الجالكسي S21 بحاول أوريكم كيف طريقة الإقتران مع الهاتف بكل بساطة يعني اللي معاه هواتف الجالكسي بس يفتح العلبة ويخليه جنب الجوال ويطلع لنا كونيكت الحين اتصلت السماعة على طول سمعت شوان هذه خياراتها كاملة وإيش المميزات اللي موجودة في هذا التطبيق بنتعرف عليها كلها طلع لي البطارية كم موجود بالعلبة شحن وكم موجود في كل ساعة بالإضافة إيش اللي موجود عندنا عناصر التحكم في الضوضاء طبعا الحين يقول لي قطع الاتصال لكن أول ما افتحها بيتعرف وبيتصل فيها قبل بس سماعة وحدة عشان ما يفصل أبدا عنها أوكي يقول لي الحين الصوت المحيب مشغلي المايكروفونات فأقدر أسمع حتى لو أنا مشغل مادة صوتية فبأقدر أسمع الأصوات في الغاء الضجيج النشط ضع السماعتين عشان يقدر يشغلي الغاء الضجيج في اكتشاف الأصوات اللي حولي ممكن يشغلي على فكرة هذا صوت المايكروفون الخارجي اللي أقدر أنا أسمعه أقصر له أو أرفع نقفل الصوت المحيط بالإضافة مع الخيارات اللمس إذا أنا ضغط باليمين خفض مستوى الصوت لو أضغط باليسار يرفع لي مستوى الصوت ضغطه سريع كذا هذه توقف لنا المقطع ترد على المكالمات تغلق المكالمات وغيره إيش الموجود بعد في قراءة الإشعارات بصوت عالي إذا جتني رسالة مكالمة منبئ يعطيني كلها طبعا نقدر نفعلها كالميزة أو نغلقها في وضع الألعاب يتم خفض تأخر الصوت للحصول على صوت ألعاب واضح ومتزامن يعني درجة استقبال الصوت أو سرعة الاستجابة متوائمة مع اللعبة بنفس الوقت خصوصا مع الألعاب الشوتينج أو ألعاب السرعة والحركة عندنا ميزة البحث عن سماعتي الأذن إذا ضغط على اليمين يشغلي مقطع التالي ضغط وحتى هنا يوقف المقطع زي كذا وقف المقطع شغلي المقطع لمسة مطولة يرفع الصوت لمسة على اليسار مطولة يقصر الصوت حتى من الخواص اللي نستفيد منها إذا كان معا الواحد جوال السامسونج جالكسي خصوصا في دعم الوايرلس شارجينج أو الشحن عن طريق الوايرلس ندخل على البطارية ومن الأسفل نروح مشاركة الطاقة لاسلكية أول ما نفعلها نجيب السماعة نحطها بالخلف كذا راح يظهر لنا أنه الحين جالس يشحن وبس يعني يحط الواحد على الطاولة كذا ورح يشوف الإضاءة باللون البرتقالي هنا جاسة تشحن نجي الحين لموضوع البطارية يقول لكم إذا شحناها الخمس دقائق فقط عن طريق الـ USB Type-C راح تعطينا عمل لمدة ساعة كاملة طيب لازم نحط بالاعتبار أنه السماعة في لها أكثر من استخدام ممكن إحنا نلبسها ونحط خاصية أو نفعل خاصية عزل الضجيج هنا راح تستهلك البطارية أكثر إذا شلنا خاصية عزل الضجيج راح تعطينا عمر أطول وراح يقل استهلاك من عمر البطارية لأنه راح يستخدم الثلاث مايكات في كل سماعة بكل الأذن طيب إذا استخدمنا عزل الضجيج أو بدون عزل الضجيج يعطينا في فترة ما تتراوح ما بين خمس إلى ثمان ساعات على الأذن مع العلبة ما بين ثمانطعش إلى أربع وعشرين ساعة في عمر البطارية وصلنا لختام هذه المراجعة أتمنى أني غطيت لكم أهم المميزات والمواصفات في سماعات الجالكسي بودز برو كنت معكم أنا طارق الجاسر وأتمنى تشرفوني بضغط زر الاشتراك وأيضا متابعتي على حسابي على التويتر أترككم على خير وفي أمان الله